اشتركوا في القناة خلال كلمته أمام المؤتمر البرلماني العربي حول التكنولوجيا والاقتصاد والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان تحت عنوان أثر التكنولوجيا والابتكار في تعزيز نمو الاقتصاد العربي وأضاف العسومي أن مملكة البحرين ماضية بخطا ثابتة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات وبدرت بذلك حتى أصبحت الأولى خليجيا في تطبيق وتجريب المبادئ الأساسية الجديدة للذكاء الاصطناعي في عدة جهات كما قامت بصياغة قانون بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته واحتوى على 38 مادة